بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم العليم مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد غياب طويل نرجع إليكم في برنامجكم فقه المرأة ونرحب بكم ونرحب بمشاركتكم من خلال الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة مشاهدين الأسرة المسلمة تتعرض الآن لضربات قوية لتهزء كيانه سواء في علاقة الزوجين كل منهم بالآخر أو في علاقة الآباء بالأبناء وخاصة بعدما دخل على العالم تقنيات حديثة أصبحت تشد الأبناء بل والآباء والذكور والإناث وتصرفهم عن واجباتهم التي أوجبها الله عليهم سبحان وتعالى نحو الأسرة فالرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها ومن هنا حينما يجي قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نريد رزقا وأمر أهلك فالأهل هنا الصلاة عفوا الأقاء الأسرة والصلاة كما نعرف هي الرقن الثاني من أركيان الدين وحينما يقول سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم إذن هنا الزوج المسؤول عن أهله أن يعمل على رعايتهم حتى يقيهم يقيهم النار وبئس القرار إذن كما قلت لكم الأسرة هي الخلية الأولى لبناء المجتمع إذا كانت الأسرة قوية فإن المجتمع سيكون قويا الأسرة المتماسكة الأسرة الهادئة الأسرة المستقرة التي وضع لها الله سبحانه وتعالى الضوابط والمبادئ لكي تقوم على النجاح وعلى الاستمرار ولكننا بكل أسف ابتعدنا عن تطبيق هذه المبادئ وهذه الضوابط فحينما خلق الله سبحانه وتعالى الأسرة أو أنشأ الأسرة أنشأها من نفس واحدة هي آدم عليه السلام ثم خلق منه زوجته حواء عليه السلام ودي أول أسرة قامت في الكون أو في العالم إذن كل إنسان مننا بل كل طفل وكل شيخ يحتاجوا إلى الانتساب إلى الأسرة لأن الأسرة هي التي تحافظ عليه هي التي تنميه هي التي تلبي رغائبه فالله سبحانه وتعالى حينما أنشأ الأسرة كأداة من أدوات الزواج وحينما عبر عن الزواج بأنه الميثاق الغليظ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا حينما فعل ذلك الله سبحانه وتعالى أهملنا هذا ودخل على الأسرة الإهمال الكسل التفكك التحدي بين الزوجين من ناحية وبين الأباء والأبناء من ناحية أخرى إذن تراجع الدور الأسرة أو تراجع دور الأسرة وذلك أدى إلى تراجع مؤسسات المجتمع كلها أو معظمة نحن بنشتكي من الآن مثلا من مستوى التعليم وانتشار الغش في التعليم والغروب من المدارس في التعليم كل هذا المسؤول عنه مؤسس الدولة مع مؤسسة الأسرة لأن لابد من كل أسرة أن تتابع وأن تراقب وأن تهتم وأن يكون بينها صلة وبين إدارة المدرسة ويجب على المؤسسة الدولة أن توفر الإمكانات للقيام بهذا الدور عن طريق المتابعة وغير ذلك أصبح العنف والشدة والإذاء هو سمة الأسرة بكل أسف سمة الأسرة طبعا هذا إن كان موجودا في مجتمعات غربية أو مجتمعات أخرى فلا ينبغي أبدا أن يكون في المجتمع الذي نعيشه وهو المجتمع الإسلامي الذي وضع الله لنا سبحانه وتعالى وضع لنا أسس كل شيء مبادئ كل شيء ومن هنا فنحن في هذه الحلقة من حلقات فقه المرأة سنتحدث عن الأسرة كيف تكون سعيدة كيف أنها تؤدي دورها كيف أنها يجب أن تبتعد عن كل ما يؤدي إلى عدم استقرارها وما دام بنقول أسرة سعيدة يبقى أسرة بنيت على أسس قوية ولم نقول أسس قوية يعني التي يبنى عليها الشيء وكما بينا أن عقد الزواج هو أشد العقود أهمية وخطورة بالنسبة لسائر العقود أشد العقود لأنه بيترتب على هذا العقد بقاء النوع الإنساني فلا زواج أو فلا علاقة شرعية بين الرجل أجنبي وامرأة أجنبية إلا عن طريق الأسرة إلا عن طريق الزواج فالإسلام لا يعترف أبدا بالعلاقات غير المشروع بالعلاقات التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب بالعلاقات التي تؤدي إلى ضياع الأبناء ولكن الإسلام شرع الأسرة كسورة من الصور التي تلبي رغائبه والتي تنظم خصائصه وتنظم غريزته وفيما عدى ذلك لا يعترف الإسلام بأي علاقة من هذه العلاقات عفوا طيب لما نيجي كده نتأمل للفظ الأسرة الأسرة ونبحث في القرآن الكريم هنجد هذا اللفظ لا نجد ألفاظ أخرى نجد الأحل نجد العشيرة نجد ألفاظ أخرى غير الأسرة الأسرة مأخوزة من الأسر من القيد يعني يعني الأصل أنها ثابتة الأصل أنها مستقرة الأصل أنها دائمة ولذلك فكل صيغة صيغة عقد تؤدي إلى تأقيد عقد الزواج فهي مفسدة لعقد الزواج يعني ما ينفعش أبدا أن الرجل يقول لمرأة تزوغتك لمدة كذا ما ينفعش وطبعا ده بيشبهنا بزواج المتعة اللي منتشر في بعض البلاد أن القصد منه والاستمتاع فقط لا الاستمرار لا الاستقرار لا تربية الأبناء وهو زواج بأجر تنتهي صلاحيته عند انتهاء المدة ومن هنا فإن الفقهاء يعرفون الزواج المؤقت بأنه الزواج الذي تم بصيغة الزواج ولكن مؤقتا لمدة كذا أما زواج المتعة الذي تم بصيغة المتعة وبمدة كذا إذن لا فرق بينهما في المقاصد وفي الأغراض إلا استخدام اللفظ إذن دلوقتي لما نشوف القرآن الكريم لم يأتي زي ما قلنا بلفظ الأسرة ولكن أتى بلفظ العائلة والعشيرة لما ربنا يقول وأنذر عشيرتك الأخربين يبقى العشيرة هنا الأسرة ووجدك عائلا فأغنى يبقى أيضا المعيل اللي هو أبو الأسرة اللي هو الزوج اللي هو الأب فأصبح استخدام الأسرة كلمة الأسرة اللغوي هو الأسر الاستخدام الشرعي يطلق لفظ الأسرة على الجماعة الصغيرة التي يؤدي أو التي ارتبط بها رجل وامرأة هما النوا هما النوا بتؤهدي الجماعة الصغيرة وربط بينهما بين الرجل والمرأة رابطة الزواج المقدس حفظ لنوع الإنساني وتثبيتا للقيم الإنسانية واستمرارها ولا كما كنت ولا يكون تكوينها إلا عن طريق عقد الزواج إذن عندي أداة وعندي وعاية الأداة هي الزواج هي العقد إجاب قبول ولي شاهداء عدل إشهار الإجاب والقبول ينبغي أن يكون في مجلس واحد وفي موضوع واحد يعني إحنا عاديين في المجلس دلوقتي جاء جاء الزواج وقال للولي زوجني ابنتك هذا اسمه إجاب يعني أوجب عليه أن يرد عليه فرد عليه الولي وقال له قبلت هذا اسمه قبول هما الاتنين مع بعض ما يجيش يقول له زوجني ابنتك ويخرج ويبعد عن المجلس ويقابل فلان ويقابل علان ويجي بعد مدة يرد التاني عليه يقول له قبلت طب قبلت على إيه لابد يا جماعة من الارتباط بين الإجاب والقبول في مجلس واحد اللي بنسميه اتحاد المجلس ويأتي بعد ذلك الشرط الثاني هو موضوع العقد أنا عايز تجوز واحدة معينة فيروح للأب زوجني ابنتك زينب فالأب يرد عليه يرد عليه قبلت الزواج في فاطمة فطبعا هذا مخالف الموضوع العقد أيضا مقدار المهر زوجني ابنتك على مهر بكذا خمس تلاف عشر تلاف إلى آخر فيقوله قبلت الزواج على مهر أقل مما قاله كل هذا بنسميه صور العقد الفاسدة ولما أقول الفاسدة يعني لا يترتب عليها لدخول ولا حقوق ولا واجبات وإنما يجب فسخها في الحال ملاش تازمة كأنها ما حصلتش اتحاد المجلس اتحاد موضوع العقد اتحاد المهر كل دي لابد للصورة للزواج الصحيح الذي يترتب عليه الآثار التي شرعها الله سبحانه وتعالى على عقد الزواج طيب نجي بقى حال ربنا سبحانه وتعالى ساب كده الأسرة للأعراف والتقاليد وكل واحدة تروح تقول واحد وهبت نفسي إليك أو يقول لا زوجيني نفسك على سنة الله ورسوله وتقول قبلت هذا ليس بعقود إطلاقا زي ما قلنا العقود ويشترط فيها هذه الشروط وبالإضافة إلى هذه الشروط بيأتي بعد ذلك الرضا وعدم الإكراه اللي هنتكلم عليه في هذه الحلقة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم محمد عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا وحشتون اتفضلي الحمد لله بخير يا حبيت والله يا دكتور في مشكلة عندي كده نجوزي هيوة ومتدخلة بسبب اخت كل ما بتيجي بيبقى مهتمة بها زيادة عن اللازم وبي ما بطلب منه حاجة ما بينفزهاش بينفزها لهي يعني انتي بتغيري عارفة بتغيري يعني بيحصل لغيرة من أخته صح؟ مش حكاية غيرة يا دكتور يعني ما كنت عبانة قولوا وديني للدكتور وابن أخته اتصل بي قولوا تعالى وديني مشوار ويروح يوده ولوها معهم مكرباز ماشي؟ وينفز له وسبنا نيه يبقى دي أنا غير دي غيرة؟ لا طبعا يبقى مقصر في حق أسرته طبعا هو سمع حضرتك دلوقتي طيب أرجو يبقى مقصر في حق أسرته لأن رزيم الرسول قال له كده والزوج راعن والرجل راعن في بيتيه ومسؤول عن رعيته مسؤولية الإنفاق مسؤولية الرعاية مسؤولية التعليم مسؤولية التعليم أحكام الدين كل ده فرقابته هو ماشي؟ وأرجو من حضرتك إن كنت برضك إيه؟ ما تستخدميش معاه أسلوب شمعنى لأن الرجل كما يقولون مشان اللي بقول كالطفل يعني إيه كالطفل؟ يعني يحتاج إلى الأسلوب اللي فيه مدعبة عشان تكسبيه يعني لا يمكن تستأمريه روح اعمل لنا كذا أنا أيلالك بقالي مد احنا عايزين كذا ما هو برضك يا جماعة إحنا بنجيب المشاكل لنفسنا وربنا بيقول ادعو كل الناس إلى سبيل ربك بإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة فيا يا أبو فلان الله يرضى عنك ابنك تعبان عايزين نودي المستشفى مش شمعنى بقى لو كانت أختك اللي طلبت منك ولا بنت أختك كنت هتسيب اللي في إيدك وتروح معايا أم محمد فأرجو أن يكون الأسلوب الطلب من الزوج يكون أسلوبا مقبولا حتى لا يؤدي ذلك إلى العناد هيبقى في عند طب مش رايح شوفي بقى هتعمل لي إيه؟ ونرجع بقى نعيش في مشاكل ثم مشاكل ثم مشاكل الذي يحتز له عرش الرحمن فإذا كل أم وكل زوجها في إيدها مفتاح السعادة في إيدها مفتاح سعادة أسرتها ومفتاح قربان زوجها منها أو تقربوا منها بلسانها لسانها الحلو حتى لو دعت له دعوة كده وهو نازل رايح شغله في البيئة رايح شغله يا سلام حيشلها لك قد إيه؟ حتى لو أنت كده جيتي عند أخته وديتها هدية ها؟ هدية من زوجة أخوها ليه؟ له لها قد إيه هي؟ هتحبك وحتبقوا أنتو الاتنين عايشين مع بعض وكويس يا جماعة أرجوكو إحنا لما نقول تجديد الخطاب الديني هو ده تجديد التلفز تجديد الفعل مش عايزين فعل يؤدي إلى النفرة أو إلى الإنفاء أو إلى التحدي أو إلى الخلاف عايزين دايما أفعلنا وأقوالنا تؤدي إلى التقارب تؤدي إلى الإحترام المتبادل حتى نضع أو نصور الإسلام بصورته الحقيقية أنه دين رحمة وأنه دين سلام وأنه دين صفح وأنه دين عفو وزي ما معروف في القرآن الكريم إحنا من خلال برامجنا يا جماعة عايزين كلنا نتعاون في إصلاح النفس الإنسانية لأنه أصلاً ربنا لما خلق النفس خلقها للاختبار وخلق أول حاجة النفس الأمر بالسوء النفس الأمر بالسوء قال لك إلا ما رحمة ربي إحنا ليه بقى ما ندخلش في الجز بتاع إلا ما رحمة ربي وبعد كده أوصل بعد كده للنفس اللوامة يا ترى أنا زعلتي جوزي النهاردة ليه دا حاجة بسيطة كان ممكن ما زعلوش فيها طب أنا كان ممكن أأجل الكلام معاه طب أنا كان ممكن ما خروش يروح الشغل هو غضان ليه يا جماعة أنا دايما دايما أنا كسعاد صالح بفكر الجميع بلحظة الموت اللي إحنا دايما غفلين عنها التي ليس لها مكان وليس لها زمان فلولا قدر الله خرج زوجك وهو زعلان منك لسبب تافي ثم لقدر الله لقدر الله توفي في حادث وجالك خبره دايما أنا بطلب بين كل زوج وزوجة إن هم يحطوا الصورة دي قدامهم صورة الفراخ بالموت وأن هذا الموت ليس له موعد وإنما أجله وانتهاءه أجله عند الله سبحانه وتعالى يا ما بنشوف حوادث بيبقى طالع مع عربيته زي الفلو وبيجيله أزمة خلبية بيموت هو على الدينجسيون بتاع العربية وفين على محد يكتشفه وإحنا بنشوف أمثلة كتيرة الحواجز الكتيرة وحوادث القطرات وحوادث انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب العليم لكن احنا بقى بنتمع في ربنا وبنتمع في كرم ربنا وبنتمع في قبول الاستغفار من ربنا وبنتمع في كل حاجة لكن خلينا ان عندنا لحظة قد كلنا عارفين انها هي لحظة الحقيقة التي لا يكذب احد لا صاحب دين سماوي ولا صاحب دين وضعي ولا اللي ما عندوش دين خالص هذه اللحظة قل ان الموتى الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ولذلك انا بطلب من كل زوج وزوجتان اذا حدث بينهما اي خلاف ان لا يستمر هذا الخلاف وان يتم التراجع فورا من احدهما او من كلايهما لاننا لا نضمن اللحظة التي سنقابل من التراجع انا كنت من الوقت انت عندي Are you going to be 30? كانت عندي 30 في الشيئ و دلوقتي feud with her 25 لقد انا النظيف هو اللي عنده 25 وسهك 43 واربعين وهي عايز تتجوزه لان بابا بابا فين هي سايبية بقى لها فترة في طلاق يعني وعايز تتجوزه عرفي ليه عشان تخبي ايه مش عارف ايه بتقول ان هي بتحبه بس مش عارف لا اصل عرفي ده مدامة هي انا كنت عايز عارفه هي حرام ولا لا حرام 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 عارفة بالدليل ايه مارام عارفة بالدليل ايه ان هي اه تكلم يا مام ايه يوريتني الورقة بس هي كده ايه هو بخط ايديهم ايه طبعا وده مش جوازي حبيبتش طبعا لو ايه فيه ورقة ممكن المقزون اللي يكتبها طبعا ده لازم عشان ما يبقاش حرام لازم تروح للمقزون ومعاها اتنين شهود لازم يبقى فيه يبقى فيه وثيقة من عند المقزون اه وفيه اتنين شهود يمضوا يمضوا عليها وبعدين نزغرت ونهيس يبقى هو ده الزواج الشرعي اللي بيش حرام معايا مرام مرام ماشي يا جماعة معلش لو سمحتو فاصل لو سمحتو مشاهدين عودنا اليكم بعض الفاصل وما زلنا في استمرار معكم حول بعض الاسئلة اللي تسألوها الحقيقة بالنسبة للزواج العرفي يا جماعة تحسوا كده يعني ده زواج ولا متعة زواج ولا متعة فالبسط بيسألو اذا كان رجلا او كانت براء وانا بقول ان هذا الزواج العرفي الذي سمي عرفيا من اجل عدم توثيقه حرام مهما كانت صوره واشكاله ليه لان ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الزواج الشرعي والعلاقة السليمة والزواج الشرعي كما بيّنتوه لكم له شروط كذا وكذا وكذا فأي خروج عن شروط هذا الزواج لا يعتبر بزواج أصلا يعتبر مجرد علاقة غير مشروع وإلا ايه معنى ان واحدة بتتجوز جواز عرفي عشان ترجع المعاش او عشان المعاش ما ينقطعش عنه معنى ايه او واحد بتتجوز جواز عرفي عشان أولاده ما يعرفوش او عشان زوجته ما تعرفش بتتجوز سكرتيرته عرفي عشان أسرته ما تعرفش أليس في كل هذا خفايا فيها معصية فلذلك يا جماعة هو كده ربنا واضح وصريح والبعض يقولك أصلي كان أيام الرسول ما كانش فيه توسيق أيام الرسول كان عقد صحيح له كل الشروط وكان هناك الإعلام والمسجد وكل شيء فليس زواج السري كزواج العلني والإنسان أو الإنسانة اللي بيجزوا في السر بيضعوا نفسهم في محل شك دائم دخلوا مع بعض خرجوا مع بعض لقدر الجراء الجراء العرفين الكلام ده كله يا جماعة ليس إسلاما ليس إسلاما وإنما هروب من الإسلام الصحيح ولا أستطيع أن أقول أكثر من كذا نعم أستاذ محمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على المساعدة نتفضل حضرتك يزيدني شرفت نتكلم مع حضرتك وأستفيد بعلم سيادتك يعني الحمد لله تفضل بتاني مرة أشترك في ممكننات الحياة في نفس المشكلة حضرتك خير يا فن يعني أتمنى من الصدر حضر تفضل يعني فيه على ملف في خانق تفضل يا بابا أنا متزوج وعندي ولد وبنت أيوة ولد الجامعة وبنت في سنوين ماشو الله بتشتغل في مصلحة حكومية بما يعني وأنا بشتغل في مصلحة حكومية بما حضرتك حصل بنا إن إحنا ربنا كرمنا وعملنا بيت غير البيت الصغير اللي إحنا فيه وتنقلنا من مكان لمكان روحنا البيت وربنا كرمنا وفرشناه وعملناه يعني بتعب وبشأة شأة كنتم اتنين أنا وهي أنا وهي وهي عشان بس يعني عشان ما بقاش حاضم حقه عشان ده حرام هي اللي جابت الشأة نفسها مع إن إحنا حوشنا عمالنا وهي اللي جابت الشأة وخلصناها بتعب الشأة وهي بأمانت الله يعني يا شأة ولا بيت شأة ولا بيت إنت بتقول بنيت وبيت إنت بتقول بنيت وبيت لأ شأة بنينا شأة يعني جهسته يعني جهسته شأة تمام ساعة كدا فأصبح إن لأيت الدنيا كده عاملة في قلبها قوي فمجرد مجرد حاجة بسيطة ممكن بتشتم وتهين وتقلة يعني لسانها كوي يعني وحش كان مع الولد أو مع البنت أو معينا شخصيا عملت معي مشكلتين مشكلة تأسفت فيها المشكلة التانية أهنتني قدام أمها حماية ربنا بارك فيها رب أنا أحبها جدا يعني مم وباحترمها جدا وهي عايشة يعني قاعدة معينا في الوقت الحالي فقالت ألفاظ مش كويسة ودي حاجة جديدة عليها يا أستاذ محمد والله يا فندم دي مش جديدة أوي يعني بس هي زادت جدا يعني إنت لما جوستها في الأول كتعصبية كده لا 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 يا فندم حق ربنا لا من ساعة ما عملت الشقة وأسستوها يعني آه والله يا فندم لكن هي رح يتقيل ألفاظ كبيرة جدا لدرجة إنها قالت يا دكتور عشان بطل منها تشوفي حاجة معينة عشان تعدان أنا مريض أصلا مرض مش كويس الحمد لله ربنا مديني نعمة إنه هو مرض اللي هو السرطان وربنا كرامني وتعليبت منه وعمل عملات في القلب والحمد لله أنا ربنا بيعيني على مرضي الحمد لله نعم فهي إنسانة هي كويسة وكل حاجة لكن لسانها وكبريائها عالي جدا طب ومها بقى أمها اللي مربياها فين معانا وشافت الإهانة بتاعتي قدامها أيوة موقفة إيه ما هو تربيت أمها ولا حاجة يا فندم ولا حاجة سلبية جدا لدرجة إنها مقدرتش تكلم معاها درجة إنها قلت لي غور في داهية أنت بتحكي لعلي وحياتي يا عم يبيل عنا وفريقنا بقى طي وأنا قاية سفتغلزة والله حاجة أنا قلت لي أنت قلت الأدب أنا قلت لي أنت قلت الأدب مش متربية أنت أحقر بأن أنا أرد عليكي وفتتها وخدت ابني وصلني وروح تراجع لشائتي تانية اللي أنا في مبابة فيها عادي فيها الحدواتي الموضوع ده بقى له شهار وسبوع وهي واخدها يعني العزة بالاسم واخدها للغرور من الكبرياء إنها تأسف أو تقول لا مش عن غلطانة وجي خلها تكلمني وتأسف لي وتقوله آسف هي التي تقول أنا أسفة مش هعمل كده تاني برضو لحد الوقت ولا تكلمت ولا عبرتني والولاد معاها بقولها بابا هنسيبها إزاي بابا تقول لهم عشان تضوء من النفس الكاث اللي أنا فيه لازم تحصوها أنها أعدل وحدها هي وأمها خليها أعدل وحدها لكن مش راضين والطول ما على أمها عشي خاطر ربنا أنا مش هرغمكم على شيء لكن مصرفها بقى لي شهرين بديها مصرفها بديها مصرفها هي والولاد ومش ماني حاجة فأنا مش هارف أعمل حاجة يا دكتور يعني أنا الشيء عمالي وصل لي ولي طلقها طلقها مش جزء عمالي يعني يخنقني درجة أنا حاسس في وقت لا لا بص حضرتك يعني بص حضرتك أرجوك ترجع لنا تاني عشان نتكلم عن المشكلة دي وخاصة أن أنا بردك بسمع منك أنت وأنا أتمنى أن كنت أسمع من الطرفين احنا مش نقول طلقها على طول ولكن في تدرج في علاج هذه المشكلة تدرج شرعي تدرج من القرآن والسنة مش هنجيب حاجة من عندنا بس إن شاء الله لو كنت أنت سمعني دلوقتي عايز أقول لك إن حضرتك إذا يأس من إصلاحها تماما يبقى عليك أنك أنت تهددها بطلقة واحدة نسميها طلقة رجعية كلمة الطلقة هتهزها وفي نفس الوقت أنت حتخلي الباب مفتوح وترجحها أثناء العدة في الوقت دا لما تطلقة هتهزها وتأثر فيها أكيد حتيجي لك عشان تعتذر لك ويبقى في الوقت دا وتخلي بالكنتو الاتنين هاي بفضلكوا طلقتين فأنا بقول أنا أصلاً لألجأ إلى الطلاق وأصلاً هناك أسلوب للعقاب بالنسبة للمرأة الناشز ومعنى الناشز دي اللي هي عندها عصيان وعدم احترام وتمرد على طاعة الزوج الذي يستحق الطاعة دا معنى الناشز اللي ربنا قال واللاتي تخافونا نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن طبعاً الدربي دا لنا كلام فيه كتير الدربي دا لرسول الله سلام ما كانش أصلاً بيستعمله وهضي بالكو فأنا بقول إن لو إحنا استعملنا معها المراحل دي ومع هذا فضلت على كبريقها وفضلت على بذقتها وفضلت كذا كذا يبقى أنت تطلقها طلقة وحدها ولا تتصور لما يجي لها المحضر معاق الطلقة استدعاءها عشان تمضي على الطلقة ما بنقولش هو طلقة غيابي ما بنقولش هو طلقة موسوقة هو طلقة مكتوب يبقى أكيد في الوقت دا هي هتهتز وتبدأ تتراجع وتفكر في خطأها خلاص؟ طيب يا جماعة إحنا لما بيشوف آيات خلاص؟ زنب أيها زينب فضلي أيها السلام عليكم أيها دكتورة لو سمحت أنا مش صغيرة أنا ستة كبيرة عندي واحد وستين في اتنين وستين سنة كنت موظفة عدد ستة وثلاثين سنة متجوزة يعني رجل متعلم برضو بس أطلع علم عاش من خمسة وستين يعني بقى له عشر سنين كنت عايشة يعني آي بكافح طول عامل أنا جوزت في أنا من المدينة وجوزت في القرية وصدت أهل وكده طيب هي تشتغل وعمل أعمال أهل القرية كلها أي لحد ما صابني بعض الأمراض أمرو ما تزمع على على ضغط على الأمراض كلها وكل قولونه وكل ده وأنا الوحدة بربي أربع أولاد الحمد لله خدو كلهم من جماعات على قولك مشاهدة الجميع لوحدك ليه؟ لوحدك ليه هو فين؟ معايا معايا بس بقول لحضرتك يعني الحمد واحدة من غير أهلي يعني أعجب في الناس كانوا أنتم الاتنين أنتم الاتنين كنتم مشتركين يعني نعم بنشتغل إحنا الاتنين المرتبات كانوا ضعيفة وكان بيدهاني طول أيام الشغل عشان أنا بدبر حالي أنا اللي بستلف أنا اللي بجيب بالاست أنا اللي بعمل أنا اللي بودي مالوش دعوة هو بالمواضع دي دي كل اللي بكله وخلاص طب طب وأنا اللي كنت مأقحمة نفسي في الموضوع دوت العيال كبرت ما فيش شغل ما فيش جواز بيتعمل جماعات ادخلي في السؤال يا حجة الرايدة عنك ادخلي في السؤال أقول لك رحلة الكفاح لمدة 40 سنة طيب المطلة العالمعاش بدأ يخاصم كل يوم والتاني خصام كل يوم والتاني حسه يعني فيه فيه ناس في البيت أغرب يسمعه وفيه ناس في الشارع بتسمعك ما بقيت الضغط على الأعصاب جديد المهم بقيت ما تحمل عمل مركب تعدي لحد يعني بعد ما كده رباد موضوع الخصام دوان رهيب ممكن يقصبني عشرين يوم ما احنا عادين كل واحد في قوض ليه تلفزيون وقفل على نفسه طول النهار وطول الليل يعني حاجة الوحدانية كده وانا قاعدة الواحد المهم حضرتك أنا جيت برد عايزة أعمل عملية جيت أعمل العملية بعد جواز الآخر بنت عندنا أنا خدت طلعت على المعاش خدت مستحقاتي جوزت بها البيت الصغيرة خلاص حطيت عليها الفلوس كلها طلع الحمد لله ما فيش أي حاجة حتى نهاية الخدمة ما فيش بقال لا معاشي بس آآ بعمل عملية آآ مالوش دعوة بي مخصمني سابني جيت عملت العملية في المدينة اللي فعل الوالد الوالدتي عشان تخدمني كل ده بعد ما طلع معاشي حاجة كل ده اتغير قوي قوي بعد ما طلع معاش شاكل أسرية كانت عادية بنتخانق بيصالحني بيجي يكلمني كل حاجة بتعدي في يومك طيب ده ما زهرش بقى الحاجات ده اللي بعد ما طلع معاشي وطلع قبل منك طيب طيب بردك سؤالك ايه حاجة اللي يردعني الثوى ساجة أو الوالد ده أنا عامل عملية بقى لشهر في ايه دي آآ عملية صعبة المهم اللي صرف عليها في العملية دي ولد لي هو اللي صرف جميع كل حاجة عليها في العملية طيب ايه كلم ما بتكلمش ماما هو والبنات وكده كلم ماما ما بكلمهاش مش لازماني هي حرة هي مش لازماني هي كذا كذا ووضع على كده ايه طيب سؤال حضرتك ايه حاجة سؤال حضرت اني اعصابه منهارة من تعب السنين واللي عملته في بيتي والاخر انه اللي طلقت قاعد اضيفة عند الصحفي بيت الاهل بس طعبان علي تعفي بس طيب ما سألت عليك العملية طيب اسأل عايزة اسأل حضرتك عايزة اسأل حضرتك اي انسان فينا بيعمل عمل صالح بيبقى المين لربنا لربنا ولنفسه وانا عاملة عملا صالحا فلنفسه اه وبعد كده بيبقى الربنا اه واخد بالك كل خير الانسان بيقدمه بيبقى خيرا واعظم اجر خلي بالك يعني ربنا سبحانه وتعالى مش حيديك الجزاء بس ده الجزاء والاجر لفوق الجزاء احسن اجر سمى احسن اجر وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله سمعي حجة تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجراء هو اتحرم اتحرم من هذا الخير وانت ربنا شاء وقال لك انت لك الخير لان انا هتديك خيري انا يبقى يبقى نقول ايه ربنا يا حجة نقوله ايه صدخ الله العظيم ولا نقوله ايه نقول واصبر صبرا جميلة حنصبر عشان وابشر الصابرين يبقى انا دلوقتي لما علمت ولادي من فلوسي كان هذا من اجلي ومن اجل الله لما جوزتهم من فلوسي كان هذا من اجلي والاجل الله لان الانسان وما تقدمه لانفسكم او ده صريح طيب فانا عايزاك يا حجة يعني شكواك كتير هتقلل من حسناتك خلاص يبقى ما نعمل صالحا فلنفسي وعندنا ربنا سبحانه طيب ان الحسنات يذهبنا السيئات وعندنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايضا ومن الناس من يعش ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد عارف يعني يشري نفسه يبيع نفسه يبيع نفسه ومن كان يريد لقاء ربه فليعمل عملا صالح ماشي اذا مشاهدين ان شاء الله هنكمل مع بعض ارجو ان شاء الله ان شاء الله نكمل مع بعض خلال الاسابيع القادمة هذا الموضوع اللي هو عن اسس نجاح الاسرة ونشوف ونشوف على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته